موسيقى وصلنا الى موضوعنا الرئيس اليوم بعد ما تتعدد وتختلف قضايا التأمين وبالعادة ما يكون بها العديد من الثغرات التي تثير جدل المتعمين بها سواء من شركات التأمين او من المحامين واليوم رح نتعرف على انواع قضايا التأمين وقوانينها وكيفية العمل بها مع المحامل استاذ خليفة الياقوت وكذلك استاذ احمد العزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتكافل صبحكم الله بالخير سعيدين صراحة بوجودكم معانا ولكن صراحة مساء للتأمين وقضاياها كثيرة واعتقد اليوم زميلي جاسم عندك كثير متساولات موجود كل شيء على كل شيء حتى انا مأم بس ممتاز خليفة 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 تكلم عن القضايا التأمين ويقولون ان قضايا التأمين هي قضايا معقدة فلو تعطينا النبدة بس طبعا في البداية انا احب اشكر قناة الوطن وبرنامج صباح الوطن على هذه الستطافة الجميلة وهذا الموضوع الاكثر من راع لان اليوم احنا نواجه مشكلة مع العديد من الناس خاصة في ظل ان كل شخص يخرج يعني يطلع رخصة مركبة ولا اي رخصة يجب ان يؤمن سياتا صحيح يجب ان يؤمن فلذلك البعض يقول والله ليش انا امن شون تفيدني اصلا هيتا يعني شون يفيدني هذا التأمين اليوم انواع التأمين في الكويت موجودة البحري الجوي على السفن الطائرات على السيارات على صحتك على الحياة على الانسان نفسه على الحريق على المباني على المقاورة عديد من انواع التأمين لكنهم يختلف هنا في جانب معين في شركات تأمين تكافل التي تعتبر في شركات التأمين العادية شركات تأمين تكافل التي تمشي وفق الشريعة اسلامية التي لا تأخذ فيه التأمين على مجالات الحياة واجب اننا نوضح او شيء انواع التأمين الموجودة اكبر المشاكل نواجهها طبعا اليوم والاكثر التي هي في مجال حوادث السيارة حوادث السيارات نعم المشكلة اليوم عندما انا اي امن على السيارة ضد الغير ويصير لي حادث والشخص المتضرر الثاني يبي يصلح سيارته صح لما يبي يصلح سيارته شون يسوي يروح لك شركة تأمين يخطرهم من ترانا صار لي حاتب يصلح السيارة شركة تأمين شو تسوي هنا شركة تأمين يقول له تنطر لحين صدور حكم نهائي او حكم جزائي صح يدين هذا الشخص اللي دعم زين هذه الفترة اللي يصدر فيها حكم وهذا الشخص المتضرر اللي صار لي حادث ممكن تكون صار لها تلاقي إصابات ممكن أن سيارته الضر اللي واقع عليها الضر كبير جدا ممكن يكون هذا الشخص مقتدر ممكن يكون غير مقتدر صح ممكن يكون كويتي وافد أيا كان في ناس عندها القدرة أن تصلح السيارة في ناس ما عندها القدرة أن تصلح السيارة تخيل وفق إجراءاتنا اليوم اللي في المحاكم أن القضايا هذه الجزائية في محكمة المورو ممكن تأخذ سنة أنا شنو أسوي أنا بقعد أضطرني أنا أتسلف من الناس أنا أضطرني فأنا مقبل على الضر الكبير نعم وهذا للأسف الشديد أنه بالكويت بس في دول ممكن أخرى قليل لكن أغلب الدول برة ما تتعامل بهالطريقة هذه لما يصير في حادث ويكون بعد التحقيق أو خبير لما يقول لك أنه والله هو غلطان يروح دائق حق شركة التأمين خلاص خلاص بس شركة التأمين تقول له يا أنا تيب لي ثلاث فواتير أنا صلح لك أو عطني السيارة أنا صلحها لحين صدور الحكم الجزائي شو يصير بعدين؟ إذا ثبتنا والله هذا مو غلطان ترجع عليه اللي أخذ المبلغ والطالبة والطالبة بالتالي أحنا اليوم عندنا مشكلة كبيرة خاصة من شركة التأمين ويجب حل هذه الشروط التعسفية أنا أشوفها أو إجراءات تعسفية لأنها تأخذ وقت طويل ويقع الضار كبير على الشروط هو في الحتة دي المفروض العميل هو بيبقى منش ضد الغير بس هو المفروض بيبقى عنده ضد الغير وتأمين تكميلي فبيغطي المنطقة اللي هو سيزي أو تتكلم فيها إن هي الفترة بتاعة الإصلاح لو هو عنده تأمين تكميلي سيارات تكميلي في الحالة دي بيروح يبلغ برضو حادثة إن هو حصلت له حادثة وبتتودى على الجراش أو الوكالة يتم إصلاحها نعم الموضوع بتاع ضد الغير هو موضوع قضائي قانوني فبيحتاج إثبات وحكم فالحكم بياخد وقت عشان الإثباتات والدلال والأدلة اللي بتجاب فهو العميل في الأول هو بيبقى فاهم إن ضد الغير ده نغطي كل حاجة لا هو ضد الغير بيغطي مسئلته تجاه الغير لكن إصلاح مركبته هو المفروض عليه إن هو بيروح عامل تأمين تكميلي للسيارة الاندامج بتاعه فهي المنطقة دي فيها نوع يعني افتقار للثقافة التأمينية في المجتمع هذا أعتقد دور شركات تأمين دور شركات لانا لما رح أأمن أنا أقول لك يا أستاذي لما رح أأمن في مكاتب الجمعية الشخص الموظف قاعد بيده تلفون شنو تبي تبي والله بيضد الغير إن شاء الله هكذا لا تكميلي ولا الكلام هذا ولا حتى شرح لي وحتى هو شكله صمم موظف ماذا يمكن هو نفسه اللي يكنس وهو اللي يصب شاي وهو اللي يحط هذا وهو اللي يعطي كله ركا لا هو فيه هذه المسؤولية ملقاة على هي المسؤولية علينا وعلى المجتمع برضو ليه لأن الثقافة التأمينية الشركات التأمين بتحاول تعملها وتوريها للناس كلها في السوق إزاي من خلال المكاتب بتاعتها من خلال الفروع الرئيسية يعني مثلا عندنا احنا في الشركة ما بيجي حد الفرع أو المركز الرئيسي احنا بنستخدم الأولى كأنها مستشار تأميني ليه ما بنستخدمش الأولى أن هي عاوزة بيع له بروداكت يعني بنصاح نقوله والله النوع المعاين ده من التأمين يقدر يخدمك أكتر من أن أنت مثلا لو قدت وصيكة حريق من غير التغطيات الإضافية أو لو أنت خدت المفروض تعمل وصيكة هاوسهولد على المنزل دي بتحمل المنزل فبنحاول أن يبيع منتجات وفي نفس الوقت بنشتغل كمستشار للشركة دور المجتمع في الموضوع ده إيه؟ يزود الثقافة التأمينية شوية في التعليم يعني في السوق المصري موجود عندنا قسم بتاع التأمين من الجامعة نفسها يعني بندرس وإحنا في الجامعة بتدرس مادة للتأمين بتبقى عارف إيه هو التأمين الإجراءات اللي بتقوم بيها فبيبقى فيه نوع من الثقافة نفسها أضف إلى نقطة مهمة جدا أن السوق عندنا هنا ما فيهش سوبرفايزر أسورتي اللي هو الكنترول المشرف يعني مثلا في مصر فيه إيجيبشن إنشوران سوبرفايزر أسورتي في دبي فيه هيئة بتنظم دي بتنظم السيركلر بتاع التأمين نفسه والخطوات والإجراءات والنزاعات يعني من ضمن المشاكل اللي احنا كلنا بنقابلها أن الجانب اللي بفيز النزاع بين الفرد اللي هو القلينت وشركة التأمين الجانب القضائي والمحامي بيهتم بالنحية القضائية فقط ما بيهتمش بالنحية الفنية لوصيقة التأمين فهو ما بيجي بص لها بيوصلها من نحية قضائية الخبير التأميني في المنطقة دي بالنسبة للوطن العرب عموما قليل ضعيف المادة نفسها مش موجودة لأنه هو اللي بيحدد إيه هي التغطية تدفع ولا ما تنفعش تدفع ولا ما تدفعش يعني فيها كثير من الأشياء يعني فيها عوامل متعددة للموضوع نفسه مش على شركة التأمين كله وعليها يما بيقصل التعود بتدفع كليا صحيح خانتكلم سيد خليفة عن قضايا غريبة للتأمين بالكويت نبي نتكلم عن هذه القضايا غريبة قبل لا تتكلم عن قضايا تكون غريبة بالكويت لازم نوضح شون طريقة قضايا التأمين ليش تاخذ وقت طويل وايد نعم تخيل ما بين فترة الخبير بعدين يصدر فيها حكم جزائي اللي هي تاخذ سنة ولا سنة وشي يقوم هذا الشخص المتضرر يرجع على شركة التأمين لما يرجع على شركة التأمين بفواتير اللي تم مصلح سيارته فيها صحيح 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 الشخص اللي صلح سيارته الحين نفترض صلح سيارته بقيمة 1000 دينار أو 500 دينار أي كان المبلغ شركة التأمين عادة المحكمة تحيل هذا الموضوع حق الخبراء لما تحيل هذا الموضوع حق الخبراء فقط لحالة تاخذ ممكن شهرين تصور معي تاخذ شهرين ممكن لما تروح حق الخبير جلسة جلستين ولا ثلاث ولا أربع نتكلم عن أربع تشهر بعد هذه الجلسات الأربع والشهرين لحالة يحيلها حق المحكمة يكتب تقريرها تحيل الطيارة اللوكيربي لما طاحت كانت خريبة نفس العملية تخيل أنا عشان أخذ بس حقي واصلاح سيارتي أخذ سنتين وللسنة ونصف وللسنة ونصف وللسنة ونصف أنا أتكلم عن فقط أصلاح شوف الخلال الكبير اللي احنا موجود عندنا في جراءات التقاضية زي شو الحل أو شو ما خلالها الحل أنا قلت لك أنه يجب ودنسل على الحل بس لكن بعد الفاصل حتى نعطي حقه وياخذ فرصته أكبر في اللقاء فخلكم إيانا بعد هذا الفاصل زين وصلنا بعد الفاصل كلمنا عن الحلول يا أستاذ خليفة الحلول لحنا نتكلم عن الحلول ذكرتها قبل شوي أنه يجب أن يكون شركات تأمين يتغير من شروطها ما تنتظر الحكم الجزائي لأن المواطن يتضرر المقتدر في ناس مقتدرة في ناس غير مقتدرة فلذلك يجب أن يكون هناك انتشار حق شركات تأمين وأيضا أن يعني يخفضون من شروطهم أو جراءاتهم يبسطون للجراءات لأنه بنهاية كلها جراءات مستندية لأنه دائما شركة تأمين تكون طرف الثالث ما تكون طرف الأول ولا الثاني لأنه لم يوجد وقت الحادث فمجرد ما يكون فيه انتهاء من الخبير أو راق الخبير مستندات تثبتنا والله أن هذا غلطان تدفع تعويض أو أنه مو تعويض تدفع مبلغ السيارة أو تقبل بتصليح السيارة وكل شركات تأمين تتعامل مع قراجات معينة يعني أنت تقط اللوم على الشركة ما تقط اللوم على المحكمة لا لا مو المحكمة نحن بالنهاية هذا الأجراء وأنا نتكلم عن الشركات تأمين تستغل هذا الأجراء تستغل لأنه بفترة السنة والسنة تطلع ملاهيين أنا أتكلم تأخذ فلوس من كل شخص ممكن يرخص سيارة ولا تأمين شامل ولا غير رأيا كان لكن نتكلم أن المواطن المضرر اللي ضد الغير اللي يندعم تضرر اللي هو مو غلطان شنو ذنب أهني بالفترة عادية صحيح لها صحيح هذا السؤال مطروح لك ما ذنب وكذلك هو الوصيقة بتعدد الغير المسافة سنة ونص ولا سنتين الوصيقة بتعدد الغير هي وصيقة مسئولية المسئولية مبنية لازم يبقى فيها حق قضائي الجزء اللي هو بيتكلم فيه بتاع الفترة ده أحسن طريقة لتخطيطه وتجنبه خالص نهائي إن الشخص نفسه بعد الدفع أنت بتأمن نفسك لأن أنت في حالة أنت لو أنت روحت صلحتها عند شركة الوصيقة التأميني التكميلي صلحتها الأول والأخير اللي مستفيد من الموضوع صاحب السيارة ليه؟ لأن القسط اللي بيدفعوا كام عليها هتعمل كام قسطها يعني مش حاجة دي حاجة النقطة التانية أنت بتشتري راحتك بتشتري وقتك يعني هو بيقول لي بتاخد فترة بقالها سنة مثلا أو سنتين أو ثلاث طيئ أنت ممكن تشتري راحتك ووقتك وكل حاجة بالقسط اللي أنت تعملها وصيك التأمين تكميلي ولكن أستاذ اتفق معاي أن الموظف اللي قيت لك موجود على المكتب ما بيلي هالأمور هذي كلها ما هي ما أنا بقول لها أنا وأنا مواطن عادي أمي رايح أتأمن بلش عرفها شنو التكميلي وشنو التكميلي ولا شنو التأمين أصلا الكلب اللي حافظينها متأمين حتى ده دور اللي حافظينها ضد الغير ما هي ليه هو حافظها نرى فصح هو اللي خلاها حافظها ضد الغير لأن التأمين نوعين فيه ما بنيجي نصنف تأمين إلزامي بيفرضه الدولة والقانون وتأمين أنت بتختاره عشان نفسك التأمين الإلزامي زي ما تفضل التأمين شامل أه ما أنا هقول لها حالك تأمين إلزامي وتأمين اختيار الإلزامي اللي بتفرضه الدولة والقانون زي ضد الغير ضد الغير أو أما تيجي تروح التشينجين وتأخذ الفيزا لازم يبقى معاك وصيقة صفر صح؟ صح ما ينفعش تأخذها فأنت بتروح تعملها تمش فيها أما بتيجي تجيب مثلا عمالة منزلية لازم يبقى فيه وصيقة دوميستيك هيلبر لكن الاختياري اللي هو زي الكمبرهنسي اللي احنا بنتكلم فيه تعالون دامج التكميل ده انت بتشتري عشان واحد تشتري تمقنينة بالك اثنين تشتري وقتك كل الحاجات دي الوصيقة نفسها بتعضد الغير سواء هنا في الكويت أو في العرم العربي أو هي وصيقة مسئولية لازم يبقى فيها حكم زي هذا التأمين التكميلي الآن هذا معمول فيه برة ولا بس بالكويت التأمين التكميلي نعم ولا هذا فيه بس مصر الكويت والدول العرب في التأمين التكميلي التكميلي هو بتصدروا شركات التأمين اللي هي الوصيقة الكمبرنسيف عشان داخل البلد لما بتخرج خارج الكويت في بعض من شركات بتدي اكستندد ليها ان انت رايح السعودية أو رايح الأردن أو رايح مصر وفي حاجة تانية وصيقة اللي هي بتاع المسئوليات البطاقة البرتقالية بين الدول العربية وبين البعض لو خبط حل ما هقول لي ده الناس عرفة هذي مؤامرة الناس عرفة بس ما بتعملش عليه سترس ليه لان هو بيقول ان شاء الله مش هيحصل لي حاجة ان شاء الله مش هيحصل حاجة تايدر في بعضهم ليش يدفع ضد الغير لان ارخص هذك غالي مش ارخص هو عشان الزامي الزامي اوكي ما يخلق ما في مشكلة بس لما نيه حاجة اختياري التخطية مختلفة تخطية نفسها انت ضد الغير بتعمل ما نقول لها رايح القانون حددها وحدد مبلغها وده عمل فيها نوع من اللودنج على شركات التأمين ليه لان انا دلوقتي القاضي ما بيجي يحكم لو لا قدر الله عربية خبطت شخص طارفة هو القاضي بيحكم unlimited الكافر هنا في الكويت ملوش سقف ممكن يحكم بمبلغ كبير ممكن يحكم بمبلغ صغير يعني مثلا على سبيل المثال احنا كان في حالة حالتين العربية خبطت ده وخبطت ده وده حصل له نفس العجز لده فيه قاضي حكم عشر تلاف وفيه قاضي حكم خمس تلاف فهي مطروقة للقاضي وunlimited في بعض الدول التانية مثلا في مصر بتبقى limited لها سقف 30 ألف جنيه 35 ألف 40 ألف في بعض الدول التانية بحطي لها لازم يبقى فيها limit الكويت هنا مش حطى limit وده لصالح المواطن انه لو القاضي حكم بمبلغ كبير جدا شركة تأمين هتقول حاضر وهتدفع تيجي تقارن بقى المبلغ دي بالعشرين دينار اللي تتدفع في السنة في التي بي إيل مش حاجة بس كم سيارة جاعة تطلع باليوم وكم سيارة بتعمل حادث في اليوم خل تعمل حادث وكم سيارة على السنتين انه قاعد يوقف هذا فهنية كمية الحوادث انتراجبت الإحصائية شركات تأمين إذا مرى بحانة ما تستمر ماكو شركة خسرها هو نوع من التأمين لازم نشتغل ولانه ما نفعش العميل يروح أو المواطن يروح لشركة تأمين ولا هديني ضد الغير تقوله لا انزم 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 في نقطة بخصوص اللي ان الكويت غير محددة لمثلا لضرار يعني في حال إصابة مواطن تأمين يكون ضد الغير هذا المواطن راح يرجع على شركة تأمين انت تتكلم عن إصابات في إصابات فيها عجز دائم عجز كلي فيها يعني على حسب الإصابات عندنا بالكويت فيه بالقانون فيه جدول ديات محدد لضرار لكن احنا عندنا فيه فرق بين الضرر المادي وفيه ضرر أدبي صح لما ساعات القاضي يعطيك في الضرر المادي خمس تلاف واربع تلاف زينار ممكن تكون مثل وفق جدول الديات لأن مثلا إذا وفاة مواطن في الضرر الشرعية عشر تلاف زينار عشر تلاف زينار صح صح مثلا فيه مثلا نتكلم عن الكسر العاهة هالأمور محددة بالقانون لكن فيه قضاات هو يقدر الموقف يعني زينار يعطيك من الضرر المادي أربع تلاف دينار الضرر الأدبي يعطيك عشر تلاف مثلا ممكن تصير ممكن تبعط ثلاث أضعاف ممكن أكثر يعني الحسن من الحواس الغريبة اللي انت تتكلمت عنها في حالة تأمين في حادث صار في الدوحة من سنتين نذكر وصار لفترة معينة احنا خضنا في الموضوع هذا هاي سيارة دايسة وماتوا ثمين اشخاص تغريبا فيعني يتكلم أن التعويض اللي صار ضرر كبير الوفاة بالنهاية ما لها قيمة تعويض لكن الضرر اللي صار يقدر القاضي ينظر في ذات الموضوع طبع اعتقد انحنا وصلنا إلى الختام والله موضوع شيق وياكم وحنا لا بدنا نستمر ولكن على وردتهم الوقت شارف على النهاية شكرا لكم على تواجدكم معنا وساعد صدركم لأول مرة نسمعها صراحة يوهكم الله يوهكم الله وإن شاء الله شركات تأمين تخوف علينا شوي نشوف نبين تأمين شام تأمين شام أنا ممأمن شام من أمن على الحلقة نعم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم باشر مع السلام